هو مين اشترى مطعم صبحي كابر يا جماعة؟ ده السؤال للمحاير المصريين دلوقتي بعد ما صبحي أعلن عن بيع مطعمه من ساعة وكل شوية نسمع اسمه مختلف والمفاجأة أن صاحب المطعم الجديد طلع شخص غير متوقع ما يخطرش على بال أي حد يعني مش صاحب مطعم مشهور زي ما تقال وعلشان تعرف من الملك الجديد لمطعم صبحي كابر وكان إيراد مطعم حضر المطعم طر عن اللي بيت قال وصبحي كابر رد فعله كان إيه بعد ما تباع مطعمه يبقى تابعني لأخر الفيديو وأنا هقول لك كل التفاصيل واضح كده أن التريند بيع مطعم صبحي كابر هيقعد معنا شوية حلوين لأن الموضوع مش مجرد بيع مطعم والسلام لا ده صبحي كابر يا جماعة أعلم من أعلم مصر اللي المصريين وأجانب عرب بيجلوا مخصوصة علشان يأكلوا فيه دلوقتي اللي يشغل بال الناس مين اشترى صبحي كابر لأن شوية يقولوا أنه راجل أعمال كبير اشتراه وساعات يقولوا أنه تباع لصاحب مطعم حضرة متعنطر بس الحقيقة أن حضرة متعنطر طلع من ساعات وقال أن كل اللي بيتردد ده مجرد إشاعة وماشتراش صبحي كابر طب يا تارى مين بقى اللي اشترى المفاجأة بقى أن اللي اشترى صبحي كابر فعلا راجل أعمال وبعيد تماما عن مجال المطاعم والطبخ وهو هاني الإمام صاحب شركة إمام للسيارات واللي أعلن عن شراءه مطعم صبحي كابر في روض الفرج وده اللي أكده مسؤول الأموال تيفي في تصريحات صحفية هاني الإمام قال أنه اشترى مطعم صبحي كابر بالعلامة التجارية من سنة وكل مجتملاته يعني مطعم صبحي هيكون موجود بنفس الاسم مش هيتغير حتى العمال وكل حاجة هيفضلوا زي ما هم قال كمان أنه ما سرحش أي عمالة وكمان احتفظوا بكل العاملين الموجودين بالمطعم يعني أنت لو رحت المطعم مش هتحس بأي اختلاف غير أنه صبحي مش هيكون موجود هناك بس في مشكلة صغيرة حصلت بين الملك الجديد وصبحي كابر لما صبحي سحب الخط الساخن اللي تقريبا بسببه بيحققه 50% من المبيعات لكن هاني الإمام ما أكد أنه يسترد الخط الساخن بعدما صبحي سيطر عليه وعلشان كده طلب تحرك المسؤولين علشان يرجعوله الخط الساخن لأنه مرتبط بشغل المطعم لو ما تعرفش مين هو هاني إمام فهاني إمام هو صاحب شركة الإمام للسيارات وهو موزع معتمد لعلامات تجارية كتيرة زي جالي تشوفرلي أم جي وهونداي بس هو إيه اللي يخلي صبحي بيع المطعم بتاعه واللي كان سبب في شهرته ببر مصر وجوه مصر للأسف صبحي أعلم من ساعات أنه تعرض لعملية نص والموضوع بدأ لما جاله شخص علشان يعرض عليه يشتري دورة تسمين للمواشي بتاعته بسعر أرخص من السوق وقاله دلوقتي فرص علشان بعد كده هتزيد يعني هتكسب منها مبالغ كبيرة هنا صبحي باع كل اللي حلته ودهب مرات واستلف وكل اللي معاه ادالوا للشخص ده وكمان قاعد يستنى كتير الدورة تيجي وهو ما جاتش واكتشف بعدين أن الشخص ده نصاب وسافر لدبي لما استلف تاني علشان يقف على رجليه المحل بتاعه مسكت فيه النار ومن هنا اتركمت عليه الديون لحد ما وصلت لـ 75 مليون جنيه سلف وعمولة بالفوائد وصلت لـ 125 مليون جنيه علشان كده هو اضطر انه يبيع وده على حسب روايته هو دلوقتي بقولولي هتروحوا مطعم صبحي كابر من تاني بعد ما اتبع ولا لا شاركوني برأيكم في التعليقات